ركزت على حق المواطن بممارسة الحياة الحزبية بدون أي قيود أو تأثير وهون دوركم مهم جداً واللي راح يصنع الفريق فقدامنا انتخابات مجالس المحافظات ومجالس بلدية واجبنا نشارك بس ضروري نختار المرشح على أسس الكفاءة والجدارة اقتصادياً الحكومة وضعت برنامج واضح والهدف تحقيق التحافي الاقتصادي وطبعاً توفير فرص عمل وإن شاء الله لجنة تحديد قطاع العام نشوف إشي ملموس وإشي ينعكس على المواطن ويرفع من أسر الخدمات وهذه أولوية بالنسبة للجالة سيدنا مثل ما أنتم شايفين وحكى عن الموضوع أكثر من المرة أنا دائماً بحب أحكي عن التدريب المهني والتقني وأشجع الشباب عليه وبدي دعمكم بهذا الموضوع عشان هذا اللي راح يساعدنا ويساعد شبابنا يدخلوا سوق العمل وعم نشتغل على خطة وستراتيجية متكاملة لننهط بالقطاع وبتضمن الارتقاء بمستوى البرامج المقدمة فدعمكم كثير مهم بهذا الموضوع واللي راح يصنع الفريق كمان مرة يعني عن مراكز الشباب عم بشتغلوا على التطوير وتأهيل مراكز الشباب في المحافظات حتى تكون مساحة لنشاطاتكم يعني يمكن هون بفتح المجال للي حاب يحكي خدوا راحتكم ما في رسميات